دايماً بنسمع الطاعة في المعروف فشرحاً للطاعة بالمعروف وما المقصود بمعنى المعروف وخلينا نبدأ بالمقصود بالمعروف وهل الطاعة هل هي مقيدة أم مطلقة بالنسبة لطاعة الزوج والزوج أيضاً الطاعة نبدأ بآخر كلمة الطاعة مقيدة لأي مخلوق في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا هناك طاعة مقيدة وإذا كانت هناك إذا أمر الزوج بمعصية فلا يجاب إلى معصيته العلماء تكلموا على تفريق في موضوع الطاعة قالوا أولاً إذا أمر بمعصية فالواجب على المرأة لا تطيعه هذه النقطة الأولى ثانياً إذا أمر بواجب مثل أن قال لها صلي الصلاة الواجبة أمرها وجب عليها أن تطيعه إذا أمرها بمندوب صومي الاثنين صومي الخميس إذا أمرها بمندوب من مندوبات الدين وجب عليها أن تطيعه إذا أمرها بمباحة هنا نوعين من المباحات بعض العلماء تكلموا فيها المباحة الأول هو إذا كان طلب أو أمرها بمباحة يختص بشيء يتعلق بواجباته أو بحقوقه هو يعني قال لا ألبسي الفستان السيمح الفلاني أعملي كده أسوي كده فوجب عليها أن تطيعه أما إذا أمرها بشيء يخصها هي لا علاقة له بواجباته فهنا على خلاف بين العلماء فليس واجباً عليها أن تطيعه ولكن إذا أطعته فهو طيب له إن شاء الله بإذن الله يتعلق أن يقول لها مثلاً أكل الأكلة الفلانية هي لا تحب هذه الأكلة أو مثلاً يقول لها مثلاً أعمل الشغلة الفلانية والشغلة ما ليه علاقة بواجباته ولا بحقوقه وهي المسألة بالنسبة لها كانت متعبة وليس فيها فائدة للحياة بينهم فما واجب عليها أن تطيع الزوج في هذا الحال والله أعلم ترجمة نانسي قنقر